الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان هناءه خلالها بفوزه بالانتخابة الرئاسية بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية وآرب الرئيس السيسي خلال برقية التهنئة عن أمنياته للرئيس الإيراني الجديد بالتوفيق في مهامه معربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية حيث أثنى الرئيس السيسي على انضباط طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصار جهدهم في إطار المنظومة التعليمية بالأكاديمية بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم مؤكدا على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة الأمنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة وخلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبر مدبولي أن تكليفه بتشكيل الحكومة يحمله المزيد من المسؤولية الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسؤول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة وجدد مدبولي العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن موضحا أن برنامج عمل حكومته اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي أن برنامج الحكومة الجديدة الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة تعتمد على المتابعة والتقييم موضحا أن البرنامج الحكومي يؤكد وضع المواطني على رأس الأولويات وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني وكذلك بناء مستقبل يليق بمصر كما شدد فوزي على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية وضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك أكد مصدر رفيع المستوى وصول وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة وأوضح المصدر أن هناك نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هذا وأكد المصدر أنه من المتوقع وصول وفد إسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة أكدت حركة حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يضع العقبات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار واستم حادثات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة ودعت الحركة في بيان لها الوسطاء إلى التدخل لوضع حد لألعاب نتنياهو وجرائمه وفي الأثناء تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد بتقديم شبكة أمان للرئيس الوزراء باليمين نتنياهو في حال تمت صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين مع حركة حماس وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي إتمار بن جفير ووزير المالية بتسل إيل سموتريتش جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت إن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا إذا تم التوصل لاتفاق مع حزب الله استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية وقصف مدفعي إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بسقوط عدد من الشهداء والمصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة ومدرسة بالنصيرات لغارات عنيفة كما أكبر جيش الاحتلال التواقم الطبية في المستشفى المعمداني على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثات مباشرة له مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كيرستارمر غدا الأربعاء في البيت الأبيض ويعتزم بايدن التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقة بين البلدين وتنسيق الرؤى حول مجموعة من القضايا من بينها الأزمة الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وقطاع غزة وضمان عدم حصول إيران على أصلحة نووية فضلا عن مواجهة تهديدات قوات الحوثي التجاري للشحن البحري انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة